حجز الترجي مقعده في دور الثمانية لبطول الدور الأبطال الأفريقية لكرة العقدم عقبة عدوله المثير واحد واحد مع مضيف المريخ السوداني اليوم الجمعة في الجولة الخامسة قبل الأخيرة بالمجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات للمسابقة القرية وظل الترجي مرتربعا على القمة بعدما رفع رصيده إلى عشرة نقاط بفارق أربع نقاط أمام أقرب ملاحقي شباب الوزداد الجزائري الذي يستضيف الزمالك المصري متذيل الترتيب برصيد أربع نقاط في وقت لاحق من اليوم وبنفس المجموع في المقابل رفع المريخ الرسيد إلى خمس نقاط ليتقدم المركز الثالث موقعا لحين انتهاء باقي مباريات تلك الجولة وبدل الترجي بالتسجيل في الدقيقة الثالثة والعشرون من عمر المباراة والتي جرت على ملعب شهداء بنينة في ليبيا عن طريق محمد علي بن حمودة مستغلا هفوة قاتلة من حمزة داود لعب ومدافع المريخ فيما تعادل البرازيلي باولو بذلك لمصلحة المريخ في الدقيقة التسعون من ركلة جزاء وتلقى على إثرها رائد بوشنيبة بطاقة حمراء لحصول على الانذار الثاني وبات الترجي الذي تويج باللقب أربع مرات ثالث المتاهلين للأدوار الإقصائية في دور الأبطال بعد فريقي الرجال البيضاوي المغربي وكذلك ساندونز الجنوب أفريقي ويلتقي الترجي مع ضيفه شباب الوزداد في الجولة الأخيرة بالمجموعة التي تشهد مواجهة أخرى بين الزمالك والتي يمتلك خمس ألقاء في المسابقة مع ضيفه المريخ ترجمة نانسي قنقر